السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودلوقتي معنا ان شاء الله المراجعة بتاعة البيسيك بايوستاتيستيكس اول حاجة خالص معنا الديفنيشن بتاع الستاتيستيكس يعني الاحصائية الاحصائية ان انا اجيب معلومات اجمعها وبعد كده وعرضها قدامي وحللها وبعدين في الاخرى اطلع بالخلاصة او المعلومة اللي تفتني اجمع الدات اعرضها احللها والخلاصة طب البيوستاتيستيكس بقى سفنة استاتيستيكس هي الاحصائية ليها علاقة بال ايه ما له علاقة بالصحة وبالطب بيولوجيكان وآمر بطب تصبح ايه �اتا بس طيب عايزي بس Hate انا عايزي فرق لك الفرق ما بين الوابن الاتا وما بين ال ال lyrics الاتا يعني بيانات وال réussi يعلم معلمات والله كده فرق اه الاتا ال الفورميشن هيews data انا عدلت عليها او عالقتها معنى مثلا لو قليت لك حدد درجة حرار 38 دي اسمها dead طيب لو انا اكتشفت منها ده ما نيو تلاتين ده معنى كده ان هو عنده فيفر دي اسمي ايه اسمها information فيعني ايه data statistical tools information ان انا بغير ال data into understandable and usable information تمام اهميتها ايه يهميني بس رقم اتنين لتتعرف ان انا عشان خاطر اعمل biostatistics يهميني جدا ان انا تفرق معي في الpatient care في صحة المريض ازاي بقى اول حاجة تهميني في الموليد ورفية حاجة اسمعها vital statistics رقم اتنين لامراض ان انا عرف مساء ايه الامراض المتوطنة في مصر عشان ايه اه اوجه لها العناية او الكير اكتر عشان اعرف الابديميولوجيكا رقم تلاتة العلاج ان انا اشوف ايه العلاجات اللي فعالة فعلا وقدر استخدمها والعلاجات اللي مش فعالة فتجنبها information about drugs رقم تلاتة التحاليل اللي بتفيد في كل حاجة وايه المشاكل اللي ممكن تطلع منها وهاجز تمام طيب اللي stages انا نسه انا من شوية انا معي data هجمعها بعد كده ارتبها وبعد كده اعرضها احللها وبعد كده اطلع بالخلاصة فاليستيتشيس مش محتاجة اقرأ الكلام اللي تحتو اول حاجة collection of data رقم اتنين هرتبها عشان خطر الموضوع يبقى اسهر organization of data رقم تلاتة اعرضها presentation of data رقم اربعة ابدأ احللها عشان اطلع بيها بالمعلومات المهمة analysis of data واخر حاجة ان انا اطلع بالخلاصة او اطلع بالمعلومة لا انا عايزة ايه اطلع بيها الحاجة اسمها interpretation of data طيب ايه انواع البيوستاتيكسة عندي حاجة انتليني اما وصفية اما استدلالية مش فاهم يعني ايه وصفية انا مسلا لو انا عندي عمارة وعايز اعرف فيها اا عدد الافراد المدخنين بره انا امشي على كل شقة في هنا مدخن ولا لا او هكذا تمام طيب انا لو عايز اعرف عدد المدخنين في مصر كله الموضوع صعب فساعتها انا لازم اخد sample اخد عينة اا واعرف عدد نسبة المدخنين في العينة دي اديها وساعتها اقدر اطبقها ايه على اللي هي البيبيوليشن الكبيرة اللي هي مصر فعندي حاجة اسمها descriptive statistics وعندي حاجة اسمها ايه inferential statistics اللي هي descriptive statistics نفس الكلام بالضبط ان انا هجمع داتا وحللها ورتبها واطلع بالخلاصة اللي انا بقول عليها العمارة اللي هي عندي نسبة صغيرة ولكن لما يكون البيبيوليشن كبير اوي زي مسلا انا عايز اعرف حاجة في مصر كلها عايز اعرف مسلا عدد المصابين في فيروسي في مصر وكلها اكيد مش هامشي على كل الانديفيجوارز في مصر واسأل كل واحد لا فانا باخد sample الاول واعرف النسبة بعد كده قدر اطبقها على البيبيوليشن تمام زي مسلا انا عايز اعرف اعرف حاجة في العالم كله اكيد مش هامشي على العالم كله واسأله ايه نفس السؤال فباخد sample واطبقها فهي دي اللي استدلة ليه ان انا drawing your conclusion about population based information from sample تمام طيب عندي تعريفات بسيطة كده اول حاجة البيبيوليشن هي البيبيوليشن الجماعة اللي انا عايز اعرف اعمل عليها احصائيه in specific collection of object of interest المجموعة اللي انا مهتم بيها ان انا ايه اعرف عنها معلومات واعمل عليها احصائيه sample جزء من البيبيوليشن subset او sub collection من البيبيوليشن طب امتى السامبل والبيبيوليشن هم حاجة واحدة بسي وانا بعمل تعداد سكاني حاجة اسمها census السنسس في التعداد السكاني لازم اعدي كل الافراد ما ينفعش اخد sample وبعد انا اقوم بعد مثلا عايز اعرف التعداد السكان في مصر اقوم عدل اللي موجودين في الاليوبية وبعد كده اقول لك ده انا عندي 26 محافظة اقوم نضرب في 26 ما ينفعش فساعدتها البيبيوليشن هو نفسه الايه السامبل طب يعني ايه measurement الميجرمنت هي ال data بتاعت كله فرط number or attribute computed for each member of the population or the sample سواء البيبيوليشن او السامبل ال data بتاعته يعني مثلا انا مثلا في مستشفى وعايز اعرف اللي هم مجلبين بتاعه كل المرضى اللي موجودين او في sample اللي هي مثلا word او عمبر وعايز اعرف اللي هم مجلبين بتاع العينين اللي موجودين في العمبر ده والله سواء population اللي هي المستشفى كلها او سواء عمبر اللي هي sample اللي هي العمبر قاعد اعرف اللي هم مجلبين اللي هم مجلبين بتاع كل فرط دي اسمها measurement تمام طب اللي هم مجلبين بتاع كل الافراد بتاع البيبيوليشن ايه مثلا لو جمعت المجلبين بتاع بتاع كل العينين في المستشفى دي اسمها برامتر number ذات ساميراي الصام aspect of the population as all طب ولو انا هجمع ال data بتاعت كل العينين ولكن في sample دي اسمها ايه statistic طيب type of data ولا اول حاجة according to the source of the data حاجة مثل اما primary اما secondary primary لسه مجمعها طوزة secondary لا ده انا كان عندي primary data واشتغلت عليها وطلعت ايه بقى عندي secondary data فال primary data data generated from the first time for the first time ولكن secondary data obtained from the existing sources يعني data كانت موجودة عندي وانا ايه طلعت منها معلومات طيب according to the variable والله عندي منوعية من ال data اما ال data دي بتتعدي اما بتتعدش لو ال data دي بتتعد حاجة اسمها quantitative او numerical لو ما بتتعدش حاجة اسمها qualitative او categorical تمام طب والرحة بقى انا جيت اقسمتها هنا qualitative ياما nominal ياما ordinal اتفقنا qualitative يعني ايه يعني ما فيهاش رقم مثلا ان انا جاء اسأل حد اقول ده هو ده ميل ولا في ميل هنا في اي رقم لا لا جاء اسأل مثلا هو ده من جوز ولا اعزب في اي رقم لا فدي بسميها ايه بسميها qualitative data طيب ال qualitative data دي محتاجة فيها ترتيب معين ولا مش محتاجة ترتيب معين يعني ايه اولا لما جاء اسأل حد مثلا ميل ولا في ميل هتفرق لما جاء اقول ميل ولا في ميل من اللما جاء اقول في ميل ولا ميل لا خالص ولكن هتجي تفرق مثلا لما جاء اقول اسأل واحد هو انت انت في ابتدائي ولا في اعدادي ولا سنوي فانت في لو جاء اقولو انت في سنة ولا في ابتدائي ولا في يجي ولا في اعداده لا في في حاجة لها ترتيب منطقي فلابش ابedere سأ Lenape ettمانا في ميل من الفميل مع لاش ترتيب ومنطقي متجوز من tall ما فيش ترتيب منطقي معي فالمهم اللي فيها ما فيش ارقام فございます ام ما ان الميل يا اما ايه يام اوردنال طيب مفيش ترتيب دي حاجة اسمها ايه مفيش ترتيب دي حاجة اسمها نومينل مش محتاجها ترتيب معين زي الجن درميل ولا في ميل المارد الاستيتس سينجل ولا مارد الطيب وفي أنيميا مايكروستيك ولا ماكروستيك مش هتفرد ولكن في الأوردينال مفيش أرقام ولكن لازم أبشي بترتيب مضرق لأن في حاجات تنازلية يعني في حاجات أعلى من حاجاتي مثلا لوحد وانت حاسس بالألم ميلد ولا مدرت ولا سيفير ينفع أقوله أنت حاسس بالألم ميلد ولا سيفير ولا مدرت لا لازم يبقى في ترتيب منطقي زي الأمثلة اللي موجودة قدامي طيب لو الإجابة فيها رقم بعي مثلا أقول لواحد وانت طولك قدية وانت سنك قدية دي اسمها ايه اسمها كوانتيتيت فتاة يعني فيها أرقام أو نيوميريكل طيب هي كونتيني وسوالة ديسكرت تفرق اه طبعا تفرق لو الإجابة فيها كاسر دي بسمها كونينوس لو ما تقبلش الاسمها معنا كده ما فهاش كاسر بسمها ديسكرت مش فاهم لما جاء أسأل حد على سنه يجي يقول لي ايه سبع سنين ينفع يقول لي سبعة ونص اه طبعا عادي لما جاء أقول الواحد أنت طولك قدية ايه ينفع يقول لي أنا متر ونص اه طبعا عادي وازنك أنا عندي أنا ستين كيلو ونص ما فيش أي مشكلة خالص ينفع أحط كاسر عادي بسمها كونتينيوس زي الـage زي الـ height زي الـ weight ولكن في حاجات ما ينفعش أحط فيها كاسر مثلا عندنا زي ايه عدد الأطفال وانت عندك كم طفلين فهيقولي أنا عندي أربع أطفال ونص لا هو الإجابة رقمي تبقى quantitative ولكن تقبل الاسم أو يفيها كاسر أو كده لا فبسميها ايه ديسكرت زي البلتلت كاونت زي الـ white basis الـ white basis ما ينفعش أقول لي اليورين بتاع العين ده في كام white basis انا عن لفظة يعني تمام طيب آآ نفس الكلام بتكرر هنا بس أقال لك عشان الخاطرية نفس الأنواع ولكن نومنا لنفس الكلام أردنا لنفس الكلام أقال لك بس الـ continuous و الدسكرت اللي هو في أسماء تانية interval وإيه ورشل أعمل بقى الـ presentation للـ data اللي موجودة عندي إزاي والله ينتفقني أنت عايزة conclusion عايزة حاجة سهلة في الآخر أبص عليها أفهم على طول الـ data اللي أنا طلعتها معا كده قلت لي إما هحطها في الجدول إما هحطها في graph إما هحطها عارفين اللي هو الوسط والوسيط والحاجات دي هحطها في المسألة بحيث أن أنا أطلع بإيه أطلع بإجابة معينة الموضوع يبأسها إما هحطها في الجدول حاجة اسمها tabular إما في graph graphical إما في mathematical ودلوقتي هنتكلم عن tabular وgraphical إيه الفكرة؟ الفكرة أن أنا أخلي الموضوع أسهل أخلي الموضوع أسهل وأبسط ومختصر عشان خطر أطلع المعلومة بسهولة فالغرض منها present information in a concise يعني مختصرة make the reader is the remember زي إيه؟ remember the data طب المميزاتها إيه؟ symbol وإزلي under the suit ورقمها في حاجة اسمها concise المختصرة اللي أنا قلت لك عليه هنمسك كل واحدة بقى لو أنا كده الوقت عايزة أعمل representation لquality of data يعني ما فيهاش أرقام والله إيه أنت بتستخدم variable 1 ولا 2 variable لو أنا variable 1 حاجة أندي حاجة اسمها symbol table لو 2 variable عندي حاجة اسمها contingency table تمام؟ طب بالنسبة للجرافز بقى يأما حطها في صورة عمود زي ما أنتم شافين كده بسمها part short يأما الدايرة اللي إحنا عارفينها دي حاجة اسمها part short part short يأما لو أنا عندي كذا variable يعني إيه مثلا الجدول اللي معاية ده الجدول دهوك أنا فيه مثلا أوضة عايزة أقسمها المجلومات وعايزة أقسمهم male و female ساعتها عامل إيه؟ عندي 2 variable variable اللي هو groups و variable اللي هو gender ساعتها أنا محتاجة contingency table ده مبدئيا ورقم 2 محتاجة حاجة جراف شبه كده أقدر أحط عليه المجموعات وفي نفس الوقت أقدر أحط عليه gender رح اسمه cluster part short cluster part short طيب دي كل دارة أنا بتكلم عن qualitative طب لو أتكلم عن quantitative quantitative عندي حاجات معينة كده هنقولها مع بعض عندي حاجات اسمها stem and leaf plot نعرف بس شكل الحاجة بحيث لو جات صورتها واللي حاجة ببعرفها أو جات في MCQ كل الحاجات دي باستخدمها مثلا في quantitative all of the following except وقولك الحاجات دي وقولك وصدها مثلا simple table أو حاجة stem أو leaf plot عندي حاجة اسمها frequency table الhistogram مهم وبعتخلي بالك ما تطلقبتش بينه وبين الpar عشان خاطر الhistogram زي ما احنا شايفين منحن النمو الpar بيبقى عواميد بس box and whisker plot frequency bullet زي ما انتم شايفين هكذا حاجة اسمها scatter plot خلي بالك عشان خاطر الامسي كيو طيب لو انا هستقى هعمل two variable two nominal أو two ordinal أو واحد nominal وtwo ordinal بستخدم الcontingency table زي ما قلنا اللي هو اللي ايه الجدوى اللي احنا كنا رجعين قاله طيب لو اتنين continuous بيحب او يستخدموا اللي سكاتر بلوت اللي قدامكو دي طيب لو واحد nominal واحد continuous اللي او واحد quantitative واحد qualitative بيحبوا يستخدموا الbox and whisker بلوت احنا جاء عدناها اهي box and whisker بلوت خلي بالك عشان خاطر الامسي كيو لو انا هعمل quantitative end او nominal لو كنتينيس باستخدم box and whisker تمام